ميغا جول 3 في هذه الصحة ستذهب إلى هداف الدرس 1. إستماع لمقراء الصلطي ثم قراءة النص 2. إشترك المؤكسات مناقشة الأسئلة 3. إعجاب بعض الأسئلة قم بقراءة هذه القطعة وقم بإعداد أو كتابة مجموعة من الوظائف الغير معتادة ماذا تفعل لتعيش ماذا تفعل لتعيش نناقش بعض الأسئلة التي تشرح هذا المص ماذا تعمل ليلة مارتيز ماذا تعمل ليلة مارتيز تعمل مصممة أزياء لملابس الدماء ما هي بعض مسؤولياتها تدرس اتجاهات الموضة وتختار الأقمشة وترسم لها صورا وتقوم بعمل التصميمات والمشاهد لعروض الأزياء ثلاثة صف ما يفعل خبير النكهات متخصص النكهات يصنع المنكهات الطبيعية والصناعية لوضعها في الطعام ما هي بعض فوائد النكهات المصنعة تدوم النكهات المصنعة لفترة أطول ولها نكهة أقوى ورائحة أفضل ما الذي يستلزمه إعطاء الفيل للعناية بجسمه أو بما يسمى بالبديكير يستلزم تقديم خدمة البديكير للفيل مثل كاشط الجزء السفلي من أقدام الفيل للتخلص من الأوساخ والصخور والتشذيب لماذا من المهم تقديم العناية بالعضافر للفيلة؟ لا تستطيع الفيلة الأسيرة أن تتآكل أظافرها بشكل طبيعي والصخور والأوساخ في أقدام ما يمكن أن تسبب الانتهابات حسنًا 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 نستطيع أن تستطيع الفيلة سألتك 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 تستطيع الفيلة لا تستطيع الفيلة أي مهنان مهن حسنًا أ일ك الأسeff 78 وألتك اسق عضوا In snow to analyze the effect of pollution on an area of snowfall Yet thousands of people around the world earn a living performing unusual jobs that most people have never even heard of Take Lily Martinez for example She has a job that girls around the world would dream about doing If only they knew about it Martinez is a doll fashion designer ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر بمقارنة لكي سيارة ويشترك في حيوال انتتحدث سمع المحاوات لأنها مجرد أصدقائي مجرد التنفيذ لانتكون مجرد سيارة انتظر مجرد أن تقصدر شمع المشاوات المتابعة مجرد التعديل من المشروع توجد مجرد الكثير من المشروع هذه الأسئلة التي نقشناها قبل ذلك قم بكتابة هذه الإجابات في كتابك ما رأيك في الوظائف التي تم الحديث عنها في المقطع السابق؟ هل تجد أن أي منها مثيراً للاهتمام؟ لماذا نعم؟ أو لماذا لا؟ 2 فكر في قائمة الوظائف غير العادية في الجدول التالي هل سمعت أي أحداً منهما؟ اكتشف ما هي عليه واستكمة مخطط بالمعلومات سأناقش هذا الجدول الوظيفة الغير معتادة ماذا يعني ذلك لك؟ ماذا يعني ذلك لك؟ هل تعجبني أم لا؟ سنرى عزيز الطالب قائمة الوظائف أمامنا في الجدول كالتالي هي جدول تلك الجدول تشف ما ي Biraz أمامك البرمجة و سنرى عزيز الطالب قائمة البرمجة ولات نسيق الأصدق ثلاثة جدول مخططة جدول مدينة لريسياه ثلاثة جدولة ثلاثة جدولة غير معتادة أو مألوفة لدى الناس سنتحدث الآن عنها في هذا الجدول ماذا تعتمد عليك أولاً لكي تجعل هذه الوضع؟ ثم اذهب إلى الثانية الأخرى لتحرقها قل معزيز الطالب تفكير بهذا النشاط وأداؤه بنفسك ثم بعد ذلك انظر إلى الإجابة كمثال في الشريحة التالية حسناً ترجمة الثانية أخرى ترجمة الثانية أولاً ترجمة الثانية أخرى أيضاً الثانية أخرى أعذر الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم ترجمة الثانية أخرى